السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعرف على تجربة كاملة لميكروسوفت اوفيس مجانية تماما على جهازك في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعرف على برنامج قولي اوفيس البديل الاقوى والمجاني لميكروسوفت اوفيس طبعا ما بيحتاجش ان انت تشتريه او تفعله ابدا هنتعرف طبعا على خطوات تسبيته بسهولة وتحميله اهم المميزات وطريقة استخدامه الشخصي بكفاءة عالية عشان تتمكن من تحقيق المستندات والجداول والعروض التقديمية وملفات البي دي اف كل احترافية لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي بدون تدفع جنيه واحد تابع معايا الفيديو للنهاية الخطوة الاولى اللي هنعملها بازن الله نفتح المتصفح الخاص بنا ونيجي في خانة البحث الموجودة فوق دي نضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركوا ليك فقال بسندوق الوصف الخاص بالفيديو نبدأ نضغط على انتر من لوحة المفاتيح وننتظر لحديث ما تفتح صفحة البرنامج تحديدا صفحة التحميلات بعد ما فتحنا الصفحة الخاصة بالبرنامج زي ما حرك شايف كده هنلاقي عندنا مجموعة كبيرة جدا من الخيارات الخيار الاولاني ده لو كان حضرتك عايز تعمل تثبيت اونلاين سواء كان الويندوز بتاعك 11 او 10 او 8 واحد من 10 او 8 او 7 كل اللي انت هتعمله هتضغط على داو اللود بس حضرتك هتثبت ملفات منه على الانترنت لكن لو حابب ان انت هتعمل على طول تثبيت كامل تنزل النسخة الكاملة بتاع البرنامج وتفضل موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعك تثبتها في اي وقت فانت لو كان النظام بتاعك 11 او 10 او 8 واحد من 10 او 8 او 7 والنظام بتاعك اه 64 بيت هتبدأ تاخد الخيار ده وتضغط على اي اكس اي اما لو كان النظام بتاعك 86 بيت اللي هو يعادل 32 بيت ايا كان نظام التشغيل اللي موجود عند حضرتك هتاخد الخيار ده وتضغط على اي اكس اي لو كان النظام بتاعة اه اكس بي او فيستا لو كان النظام بتاعك اه اربعة وستين بيت هتضغط هنا لو كان ستة وتمانين بيت هتضغط على الخيار التاني طبعا انا النظام اللي موجود عندي هو نسخة ويندوز حد عشر اربعة وستين بيت فانا بالتالي هختار اللي هو الخيار ده واضغط على اي اكس اي تضغط وتنتظر لحديث ما عملية التحميل تبدأ في الظهور معك زي ما حضرك شايف كده ظهر من لفس التحميل هضغط على دول لود وانتظر طبعا لحديث ما نحمل البرنامج مع بعض وبعد كده هرجع عليك مرة تانية عشان اوريك هتثبت البرنامج ازاي تابع معايا الفيديو بعد ما قمنا بتحميل البرنامج هيظهر مع حضرتك بالصورة اللي حضرتك شايفة ديت طيب عايزين نثبته بمنطقة البساطة تثبيته سهل جدا زي وزي اي برنامج هتثبته طبعا اول ملحوظة هنلاحظها في البرنامج ان حجمه صغير زي ما حراك شايف كده لو انا حبيت ان انا اعرف المساحة بتاحته فتلاقي حجمه متين تسعة وتمانين ميجا طبعا ده حجمه صغير جدا على برنامج اوفيس بيقدي نفس الوظيف اللي بيقديها برنامج ميكروسوفت اوفيس بالكامل طبعا بالمجان نبدأ نضغط عليه عشان نبدأ نعمله عملية تثبيت تثبيت بتاعه سريع جدا وخفيف هتبدأ تضغط على نعم وتنتظر لما يظهر معاك عملية التثبيت زي ما حراك شايف كده اول مفاتح معايا التثبيت الخاص به بدأ يخيرني باللغة اللي انا حابب ان انا سبق ديها البرنامج طبعا البرنامج بيدعم مجموعة كبيرة من اللغات منهم اللغة العربية لو حضرتك طبعا بصيت على اللغة هي دي اللغة اللي هتظهر فيه قوايم عرض البرنامج لو حضرتك حابب تخليه باللغة الانجليزية اللغة الانجليزية ايضا مدعومة طيب انا حابب ان انا اخلي قوام البرنامج بيه اللغة العربية فابدأ اختار اللغة العربية واضغط على حسنا يعني حضرتك اختار اللغة اللي انت حبيبها اضغط على حسنا زي ما حراك شايف كده هيبدأ معايا على طول معالج التثبيت اللي هو قولي اوفيس ابدأ اضغط على التالي طبعا هتوافق على شروط الاتفاقية هتضغط على التالي بيقولك تعمل لك ايكون على سطح المكتب حضرتك وافق تضغط على التالي طبعا هنا بيقولك عدم ربط هنا ربط الكل ربط المختار الافضل ان انت تخليها ربط الكل عشان ينزل لك الحزمة كاملة بتاع ميكروسوف اوفيس ابدأ اضغط على التالي وهبدأ اضغط على تثبيت وهتنتظر حضرتك لحين الانتهاء من تثبيت البرنامج على بهذا الكمبيوتر زي ما حضرتك شايف كده انتهينا من تثبيت البرنامج بنجاح لو حضرتك خليت الخيار ده وضغط عليه انهاء هيبدأ يفتح معاك البرنامج بمنتهى البساطة بعد تثبيت البرنامج هيظهر معاك الايكونة الرئيسية بتاع البرنامج على سطح المكتب بالصورة ديت لو انا ضغطت عليها وفتحتها هتظهر معايا بالصورة اللي حضرتك شايفها ديت الخيار الاولاني ده لو كنت هتشتغل على ملفات ورد هنا لو كنت هتشتغل على ملفات ال اي اكس ال هنا لو كنت هتشتغل على ملفات الباوربوينت او هنا كنت هتشتغل على ملف بيدعم اللي هو البي دي اف لو حابين بقى ان احنا نستعرض البرنامج من قائمة ابدأ هتضغط على قائمة ابدأ اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك وتبدأ تتدور على برنامج اسمه اولي اوفيس زي ما حركش شايف كده هتلاقي فولدر في عاجة مكتوب عليها اولي اوفيس هتضغط عليها هتلاقي دي الايكونة الرئيسية بتاع البرنامج هنا ده اللي هو الورد هنا البي دي اف هنا ملفات ال اكس ال وهنا ملفات الباوربوينت ممكن بقى تثبتها عندك في قائمة ابدأ عشان متعودش تدور عليها زي ما حضرتك كده شايف انا مثبتها هنا عندي في قائمة ابدأ عشان معودش ادور عليها لو بدأنا بقى نستعرض البرنامج هفتح برنامج اللي هو الورد لو حضرتك لاحظت الملحوظة الاولى ان هو مشابه تماما لبرنامج ميكروسوفت اوفيس بالكامل يعني القوائم بتاعته شبه ميكروسوفت اوفيس بالكامل لو انا استعرضتها لك هتلاقيها تقريبا نفس الشكل نفس الترتيب بتاع ميكروسوفت اوفيس الميزة كمان فيه ان هو مدعوم بالذكاء الاصطناعي طيب لو انت حابب ان انت تغير الاعدادات والشكل بتاع البرنامج تضغط على كلمة ملف وتبدأ تنزل تحت عند حاجة اسمها الاعدادات المتقدمة هنبدأ ننزل زي ما حراك شايف كده هتلاقي في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات ممكن تخليه حسب النظام بتاعك ممكن تخليه فاتح فاتح كلاسيكي داكن داكن متباين رمادي مجموعة كبيرة من الخيارات هستعرض ليك واحد منها هبدأ اغير واضغط على تطبيق هتلاقي على طول الشكل بتاع البرنامج اتغير لو حابب ان انا استعرض ليك في شكل تاني هبدأ مسلا اقول داكن تطبيق زي ما حراك شايف كده البرنامج اتحول للشكل الغامع طيب دا بالنسبة لميكروسوفت وورد لو فتحنا ملف الاكسل هنلاقي نفس الشكل بتاع الاكسل بتاع ميكروسوفت اوفيس بالضبط طبعا الميزة ان هو برنامج مجاني بالكامل لو رحت على كلمة ملف هتلاقي نفس الاعدادات انشاء جديد انشاء باستخدام قالب فتح فتح الملفات المفتاحة مؤخرا حفظ حفظ باسم التصدير الى بي دي اف الطباعة هتلاقي ان حتى ماكينة الطباعة اللي موجودة عندك تم التعرف عليها بمنطهة البساطة لو استعرضنا ملف اللي هو الباوربوينت هنلاقي نفس الكلام نفس الاعدادات نفس ترتيب القوايم نفس الانتقالات يعني شبيه جدا بميكروسوفت اوفيس مافيش فرق كبير عدرتك لو بتستخدم ميكروسوفت اوفيس هتتأكد من الكلام دا كل القوايم متاحة امامك والميزة فيها ان هي مجانية بالكامل من ضمن المميزات الجميلة اللي في البرنامج ان انت ممكن بتعد ملف بي دي اف تكتف فيه تدرك صور تدرك رسومات تعمل تخطيطات كل اللي انت عايز تعمله وبعد كده هتحفظ بصيغة بي دي اف مباشرة زي ما حضرك شايف كده البرنامج هو نسخة مرخصة بموجب يعني حضرتك البرنامج مرخص بالكامل مش هتحتاج ان انت تدفع فيه فلوس طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ووصلت معايا للوقت ده كله فانت تعتبر من الابطال فانزل بقى اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته